اشتركوا في القناة مقوسين الظهر دائما وهذا شيء غلط هذا شيء ليش رح يفورد شتفك هذا شيء رح يخلي شتفك عرض الاصابة اكثر رح يسبب لك ضعف بالظهر وهذا يسبب لها مشاكل مثل انزلاق ومنزلاق وغيرها وحرامات هذا شيء الفكرة من الموضوع بانه العضلات الامامية نحن دائما نستخدمها ودائما انه نروح نقويها كل شيء صدر بايسبس اكتاف عضلات بعد داخلية جواب كل اتهايه رح تجر الجسم للقدام رح تخلي بتتقوسيج وهي عضلات اقوى واكثر من عضلات اللي يسحطك بهذا الموضع وهو هذا الموضع الصحيح بانه التجتف يرجع قوله مكانه الظهر يكون اقوى وكل شيء يكون تماما مسبب لك اي مشاكله فحركة صغيرون من اندي انا حب دائما نسويها بتمرين كلش معروف اكثرية الكورسات التلقى بها هذا التمرين واللي هو الـ هاي الحركة مجرد بس انه مدى غير لك التمرينان اذا يبقى كلية نفسه بس مجرد شون تاخذ الحركة ما راح يفرق على التمرين ما راح يغير بالكورس مالتك بس مجرد حركة صغيرة ونتسويها حتى تستفاد من التمرين بشكل افضل واصح وحتى نطلع من هاي الوضعية ونرجع الوضعية صحيحة فخلونا نشوف شين هي هاي الحركة اوكي شباب التمرين هو مثل ما قلنا هو الـ الـ الفكرة من الموضوع بانه انت تفر ايدك بهاي الطريقة للخارج خلي نقول وتقلص اكتافك وترجع اكتافك سوء تطبقهم سوء وتنزلهم وتفتح صدرك حل ومجرد بس تأصر شكه عضل لي وراء الظهر عضلت الورك عضلت الرجل الخلفية كل شي بالضوض بس اشوف هواي ناس ياخذ هذا التمرين بسرعة وما ينزل كامل لا انزل كامل انطل مرونة انطل حركة كاملة لجسمك والظهرك بس اهم شي تبقي تبقي السرعة مال التمرين بطيئة والظهر لا يتقوس اكثر من اللي انا اداء هذا يكون ماكس مالتك بس اهم شي تفر ايدك وتفر الاضد بهذا الشكل مثل ما شفنا شباب الحركة صغيرونا مجرد بس انت اترجع وتقلص كل شي اللي برا اهم شي تشتف ينطبق وينزل جوه ما صعده فوق ارجع علي جوه اهم شي تفتر والذكر ليس تفر الساعد بينما تفر الاضد كل يته وهذا كل يته سينطيك الوضعية صحيحة حلوة 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 هذا اللي انشاء عندي بهذا الفيديو تابعوني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة